نفسينا الجمهور بقى السنة دي ودي بقى لازم اتوقف عندها كتير اوه نفسي الجمهور السنة دي يعتبرها فرصة وفرصة ذهبية انا بشكر طبعا ربطة الانديا المحترفين اللي هم صمموا لازم بقى فيه جمهور ايا كان الفين تلاتة اربعة فانا بقوله الجمهور دي فرصة ان احنا نغير من سلوكنا وفي نفس الوقت لازم لازم نمنى المدرجات اي عدد لازم نمنى المدرجات وتعود بقى الاسر المصرية مرتين المدرجات وانا بقوله الجمهور احنا بنغير من سلوكنا مش عايب انها غير من سلوكنا مش عايبين بقى يبقى فيه مجتمة في المدرج الحكم مش عاجبنا نشتم الحكم الفرقة التانية نحترم بعض الجمهور يحترم الخصم وجمهور الخصم عشان كده انا بقول لجماهيرنا دي فرصة ذهبية ان احنا نرجع مرة تانية احنا اتحرمنا من الجماهير واتحرمنا من الاسر المصرية في المدرجات وكنا شوفنا 2006 لما شوفنا قد ايه كان الاسر المصرية كلها في المدرجات حاجة كارنافال حاجة تفرح حاجة تفرح اتحرمنا منها 2006 النهاردة بنتكلم على 2021 الله احنا كنا فين من الكلام ده كله طب الناس كنتمستحملها ازاي فانا بقول لجمهورنا فرصة جات لنا من عند ربنا وانا زي ما قلت لكم بنشكر ربطة لانديا المحترفين على انها خلت الجماهير ترجع تاني وعشان نستمتع بالكورة مش رايحين الماتش عشان المباراة عشان خطر نتخاني وانا انا رايح عشان استمتع ورايح عشان اتبسط بعد تبرو يوم اكني طالع اتفسح في جنينا زمان كان بيحصل كده اتمنى ان الفترة ترجع تاني نرجع بعد كده بقى للعابين في الملعب اللعابين في ارضية الملعب والجهاز الفني والاداري لازم بقى فيه التزام ما فيش اصارة للجمهور لعيب شعجبه قرار حاكم ورايح مشوح للحاكم وانا بقوله هو تلاجد الحكم من دلوقتي ما تخافوش ولا تهابوا من حد لا من اتحاد كورة ولا من رأساء اندية ولا اي حد خلل شخصية اتحاد كورة تبقى اقوى من شخصية الاندية او اقوى منهم وفعلا ده اللي بيحصل بكل العالم انما هنا عندنا ألاقي لعيب رايح للحاكم ودخله بصدره وبشعجبه حاجة أبص ألاقي اللعيب يهيج الجماهير ألاقي واحد من جهاز الفني وطلع معترض باعتراض بطريقة غير أدبية بالمرة ما ينفعش يا جماعة لازم نحترم لازم نرجع للدور اللي عاوزين يشوف كورة جميلة في الدور العام المصري الدور العام المصري زمان انا بتكلم عن زمان لانا انا ما شفتش حاجة كويسة لحد هذه اللحظة فعشان كده بقول لازم الدور العام يرجع بقى فيه استمتاع لازم الجماهير ترجع تبقى سلوكيات محترمة ونسلفات نفتح صفحة جديدة يا جماعة الولاد الصغيرين وولادنا والشباب كله حافظ أسامي اللاعبين في الدوريات الأوروبية كلها ودول العالم لما تيجي تقوله فلان وفلان وفلان في الأندية المصرية أهل وزمالك مش عارف حاجة مش عارف حاجة لان الولد من صغره عاوز يستمتع عاوز يشوف حاجة كويسة عاوز يشوف كورة كويسة عشان نقفل الصفحة بتاعة الدوري الأوروبية ويبدأ نتاجي للكورة المصرية دي حاجة الحاجة التانية بقى واللي هي مهم جداً الإخراج احنا طالما فيه فار ليه ما نوفرش الكاميرات ويبقى فيه صورة أحسن من اللي احنا شفناها أول أسبوع كاميرات لازم تكون منتشرة بطريقة كويسة في الملعب فيه انتشار لها على الخط الخط التمنتاشر في الحاجات اللي هي من وراء المرمى احنا بنشوف كل العالم كله الكورة بعد ما بتتلعب الفار بيرجع اللعبة تانية عشان شافها يقول لك لا ده ضرب الجزاء بعد ما هاجمه وممكن نسجل منها جول في الفرقة التانية فعارزين بقى المخرجين يبطلوا كسل يبطلوا بقى يعني اتفرج وتعلم احنا كلها بنتعلم انا بشوف الموزعين أقل مني بتتعلم منهم عشان أبقى أحسن منهم انما احنا احنا كواسين في كل حاجة هم بيقولوا كده احنا كواسين في كل حاجة لا احنا عايزين يشوف الفار يشوف التصوير اكني قاعد في الملعب وهو ده في كل الدنيا كلها مش هقولك مثلا في أوروبا لا ده عندنا هنا في الدول اللي جنبنا هنشوفنا الدورة السعودي حاجة بسم الله ماشاء الله الدورة الإماراتية الدورة القطري مش دول احنا كنا مسابقين الناس دي ليه ما نتعلمش ليه ما احسن من الناس دي مش عيب والله العظيم معيب الواحد يعرف أخطاقه فين وصلح من أخطاقه علشان نرجع ونستمتع بالكرة المصرية والولاد السوارين والشباب بتاعنا يبدأ يحفظ أظم اللعبة زي ما كان حافظها الزمان الزمان احنا كنا نقول ليه فرق الزمالك فلان وفلان 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 الاهلي فلان وفلان وفلان هو ده المفروض يحصل في الكلام ده انما الولد الصغير بتقوله تنفرجش عبدالله مصر ولك لا 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 فيه تصوير كويس ولا فيه أداء ولا فيه أي حاجة نيجي بقى للعبين لازم اللعبة يتاكل النجيلة أنتم متوفر لكم كل شيء دي بقى ما فيهاش كلام متوفر لكل شيء ملاعب بني أسسية بقت عشرة على عشرة هذه ربطة الأدياء المحترفين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد وبرك بتاخد اللي انت عايزه طب ناقص ايه متعنا يا أخي متع زي ما انت ليك طلبات احنا طلبات طلباتنا ان احنا عايز نشوف كرة كويسة في الملعب شوفنا كرة كويسة في الملعب اطلب اللي انت عايزه الجماهير لازم تستمتع انتو اللاعبين اللازم تجيبوا الجماهير مرة تانية للملعب عشان يقولوا ايه احنا عندنا حق ان احنا بعيدنا عن الملعب اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نشوف كرة كويسة ونشوف دور عام بلا توقفات نشوف في فار عادل نشوف في كل شيء تصوير وإخراج وفار وكل حاجة نفسنا بلدنا بش قليلة مصر بش قليلة والله الحفظة لقولها كده كل مرة فيه ناس بتزق من الكلام ده انا بقول مصر بش قليلة احنا قدي الناس دي كلها مليون مرة واحنا شوفنا عندنا مصر ولادة وفيه علماء في كل المجالات برة في أوروبا وهنا في مصر وشوفنا مصر فترة فتا عملت ازاي شوفنا مصر طلعة ازاي فاحنا شوية كرة شوفنا زبطها اتمنى ان شاء الله لربطة الانديا المحترفين ان ياخدوا فرصتهم كاملة وان يحكموا بالعدل وان يكونوا اقوية مع الانديا والجزاءات مع اللعبين والمدربين في الملعب وفي نفس الوقت احنا الملعبة تعتمدت مجهزة نبقول للجمهور ملعبة تعتمدت مجهزة فيه كاميرات اللعيب اللي هيطلع عن الروح الرياضية او المشجع اللي هيطلع عن الروح الرياضية هيتمنع وانا كلمت مع الاستاذ احمد دياب استاذ النائب اللي هو رئيس ربطة الانديا المحترفين قلت له اعملوا اللايحة داخلية اللايحة الواحد من الجمهور يعاكن عن الناس دي كلها لأ ده يتمنع ست الشهور يتحيب الشار مش عيب في العالم كله كده فعشان كده اتمنى التوفيق ان شاء الله للمنظومة كلها ان نتطلع موسم جميل نتمتع بيه كلنا زي ما كنا نتمتع لان بلدنا تستاهل مننا نحن نبدل كل جهدنا ويطلع دوري في احسن صورة